موسيقى مثل ما شاهدنا قبل شوي لقطات عن مجوهرات ضيفتنا استطاعت أن تضع بصمتها في عالم صناعة الدهب والمجوهرات الفاخرة في وقت قصير جدا وانفردت بتصاميم غير تقليدية استلامتها من مشارق الأرض ومغاربها تميزها عن غيرها في عالم مجوهرات هذه تقنت ضيفتنا المزج بين الماضي والحاضر من خلال مجوهراتها التي تحاكي فيها الشعور بالرفاهية والجمال بتصاميمها الجديدة الإبداعية بأسلوب عصري مميز ستكلمنا عنها اليوم وعلاقتها الوثيقة بالذهب والأحجار الكريمة حياة الله ندى نفيسي خايف اليوم موايد حياة الله حياة الله بليلي الكويت ندى وطبعا ما شاء الله قاعش في التصاميم ومختار الألوان الثلاثة الذهب الأصور والوردي وأيضا الأبيض يعني بداية نخلينا نعرف ونعرف المشاهدين شون كانت بدايتك في تصميم هذه المجوهرات بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أحب أشكركم أن استطافتكم حقي وأنكم عطيتون الفرصة أن الناس تعرف شنو NWN Art NWN Designs والجوليري بدايتي الرسمية كانت 2012 طبعا قبلها كنت أصمم بس حقي حق الناس المغربين حقي بس البداية الرسمية كانت سنة 2012 اللي هي صممت مجوهرات مختومة باللوغو مالي أوكي فـ 2012 ندير نقول طيب من وين تستوحين هذه المجوهرات؟ يعني الـ Design هذا مثلا تقررينش تتصاميمها بطريقة معينة تستلهمينها من وين بالضب؟ تختارين أحد معين مثلا يزاعدش في التصاميم هذه أكثر عطيني تفاصيل عن هالموضوع فكرة للهام هذه هي أصعب بارت من الـ Design لأن ويت صعب يعني أنا ما قدر مثلا يقعد في دار ويقول يلا أنا الحين بفكر بالـ New Collection ويت صعب يعني ممكن ثانية تتيلج فكرة حق الـ Collection وممكن تقعدين شهر وبروحك وما يلج شيء فـ إذا بتسئليني من وين أيب أفكاري من كل شيء دار مداري ساعات من موقف معين ساعات من.. صح يعني أشوف شيء ذكرني بشي فأقول ليش ما أسوي تذي صح أكثر شيء الطبيعة عندك ساعات موقف يأثر فيني خليين أفكر بـ Collection معين فماكو شيء معين لأن لدى مرات في بعض المصدمين يقولون أنا بختار تيم معين للمجوهرات مثلا بروح للهندي تاريخ الهندي يعني أو مثلا الـ Chinese أو شيء أنت تأخذينه من مشكلين أو تأخذين تيم اللي بتصدرينا يكون مثلا عن تاريخ معين والعادي تختارين اللي يخطر بالك وتلاقي لك كله مشكل اللي عرفني شوفني أن أنا كل مرة يعني مثل حتى لبسي ما عندي style ثابت أو ما عندي فنفس الشيء بالتصميم تلاقي المرة أبي شي سمبل مرة أبي شي وائد كبير مرة يعني على حسب المود شيمان همقزة شنو أن العلامة التجارية نفسها تكون مثلا الشيء اللي تصنيعك أنت يعني 6 متر معين اللي يشوفها مثلا من غير مثلا العلامة بس يطالع حيادرين هذا التصميم يعني أنت حطها الشغلة فيها حطة فراشة أو شيء ما شوي الفراشة على الحين أنا سويت براندين جديد أوكي وأنا وائد أحب الفراش حلو يعني أنا متشور أن تكون نعم من ما أحب فراشة صح في ناس ما تحب الحشرات ولكن الفراشة غير يعني أنا أحبها يعني أحسها تمثل الحرية تمثل الجمال والأنوسة فلما سويت براندين جديد حق العلب مالتي وقلت إلا أبي يكون فيها فراشة لأنا تمثلني حلو أزين قبل أسبوع طبعا كان حفل أطلاق المجموعة اللي يدي دا مالتش اللي هي NWN في بلومنج ديلز أنا بيش تكلمين عن هذه المجموعة أول شيء وعلى القطع المميزة اللي فيها وأيضا طريقة اللبس مالتها أوكي NWN Art كان عندي إفنت وعلي أطاف أنه يعني الناس تشوف هذه الكليكشن أنا صار لي فترة مو موجودة يعني خضيت بريك طويل فلما كنت أبي أرد كنت أبي شيء مميز وغير فNWN Art هي مستوحى من Street Art و Graffiti الرسم اللي على الطوف اللي يكونون نشوف إحنا بكثرة برها الكويت والحين حتى بالكويت قمنا نشوفها يمكن بالديرة قاموا يرسمون إذا عندهم الرسم العرفة لأكثر شيء بأوروبا تشوفينا برها على الطوف القديمة كذا حتى الحين بالكويت في إذا مكان قديم أو مكسر لما يرسمون على الطوف شوفي فجأة المكان صار حلو صار في طاقة إيجابية يعني فهالشي وايد أثر فيني يعني وايد حلو فقلت ليش ما أستخدم هالشيء من المجوهرات فالكليكشن اللي ديد كان مستوحى من Street Art فمنهم السلسلة اللي أنا لابساتها الحين هل سألت قبل شيء قلت لي One Piece هذي مو قطع تنفو هي الحين طبعا الهبة أو الموديل Choker فدام إنها هذا شيء يعني مجوهرات ذهب وألماص غالية ما بيسوي شيء يهبب بعدين تروح فتنلبس ثلاث طرق الطريقة الأولى تشذي الطريقة الثانية لي ورا يعني يصير هذا الجدام والثاني ورا وطبعا الطريقة الثالثة اللي هي الكلاسيكوي إذا كنت رافع شارع أو شيء يبين هنا الألماص والذهب وتكون نازلة حلو أكثر من طريقة أكثر من طريقة أثناء تصميمت شنو الصعوبات اللي تواجج أنت لما تشتغلين على القطعة صعوبات أن أوصل الشيء اللي ببالي حق الصائق ويسويه بالضبط نفس ما أهوه أصعب شيء هذا يعني هذه إن عادت سبع مرات عشان تصير الصورة أنت قاعد تشوفونها وخسارة أنت تكفلين فيها طبعا من غيري من زين؟ فأنت تشوفون الشيء جاهز عبالكم سهل بس ترى يطول يطول يعني أنا من شهر عشرة قاعد أشتغل على NWNR وهذه مثلا عادت هذي حجر أو الأسود؟ لا هذا ألوان 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 ما لو تذهب إنا ما يسمونه لأن العرف أن الأحجار حتى نلمتين تشتغلينهم على القطعة مثلا ذهب في بعضهم مثلا ما تركب على يعني ممكن قص الحجر هذا يتشوه صح فيكون بالضبط في مرات مثلا كان في بفكرة براسة لكي تستخدمين مثلا حجر معين لكن خنقول مثلا صارت حاسة تكسر وما ضبط طلعت شي ثاني صارت معت شغلات تابعي؟ وايد مرات أن التخيلة عندما يركبونها على شيء تنكسر أو تنشرق فت حتى تنكسر بيعي يقولوا مو ستايلة لا حسنا 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 اللي قاعد أشوفها الآن جدامها ذهب خالص يعني؟ ايه كلها عيار 18 خالص الظهب ها؟ شابا استرسوا على قطة أنتم زين لا أنا ماري بلموت ها غزق عن سولد أعطيتهم فكرة زين لا يعني لا يمد المرة تحب الذهب أنها لازم تكون شغلة ذهب زين ذي بتاع شغلة بطلية بالذهب ليش لا تعجبها مثلا؟ لا تعجبها بس طبعا نحن شكلها يكون غير أقدر عني بمثلا شي مطل بذهب بشكل حلو شكل حلو بس الشي المطل يعمول يتغير لونه مثلا مع الفترة إذا حاشة لوشن ونكلون ما حتى ما يخرب يعني ذهب يمكن ذهب بعدين سعره فيه المثابة تبيت بيعه هو يدور شيء أرخص يدور شيء أرخص كلمينا عن الافتتاح اللي صار وشون كان الإقبال على المجوهرات وشنو الكومنس أو التعليقات اللي ياتش من اللي حضروا الافتتاح هذا الحمد الله يهب الكامل من كل النواح من كل النواح تفتاحت الحيلة الحمد الله يعني الناس استنست التنظيم كان مطبيعي اللوكيشن كان حلو السيت اوب مع الجوليري كان يعني أنا كنت أنا غطيت فترة فلما رديت كنت أبي أسوي شيء غير الحمد الله وصلت حق الشيء اللي أبي الحمد الله والناس ويتستنس نحن الحين كان نشوف يعني أنا شوف زميلاتي مثلا بإستقرام فنانات يعني إذا ما يكون فيه افتتاح شيء فيه ذهب وكذا حتى محلات ملابس تصاميم وكذا يدعون ما شوفهم يروحون مثلا فنتات بشديد يعني لأي مدى وجود الفنان اليوم مهم حتى في الترويج هذا خاصة بالسوشال ميديا مثلا لما هل ينزل باكاونتين أنا اليوم رأوا أنا اليوم رايحة لي مثلا نادا نفيسي عندها كذا مجوهراتي ترويجها غوي ولا لا ينفع وايت الحين هذا يعني الحين بأي 2017 هذا الشيء اللي ماشي هذا الهبة هذا الهبة نزيل؟ لا ما شاء الله عندهم تأثير ما استعنتي بأحد الفنانات مثلا قولي عادة مستعين قولي هيت فنانات لانية عادة بالعكس زميلتي لولو العسلاوي كانت موجودة نعم زميلتنا هلاني بعد ايه صج ما انقصرت واللي ساعدوني رفيشتي امير الشعلان هذول يعني ممكن تعرفونه بالسوشال ميديا طبعا في وايد بلوغرز ما رح اذكر واحدة وحدة خاف انسا واحدة يزعل من الباجي طبعا طبعا بس صج اميرا ولولو كانوا موجودين من قبل لحتى ايه كانوا قاعد يساوون الستب احنا نتمنى لك طبعا التوفيق ان شاء الله في يعني صراحة انا قاعد طالعا عندي قاعدت كاما قاعد يشوف بعض التصاميم موجودة حتى هي مو موجودة حاليا هنا بالتشكيلة لكن ما شاء الله تنتقينهم بطريقة يعني مدروسة وحلوة ومميزة وهذا اللي يميز NWN موفقة ان شاء الله شاء الله شاء الله مرة ثانية استضيفة تكون فيه ايدي مشكورة وقبل لا تختم معاها بس نصيحة حق الناس يعني في شهر مضام مثلا في المناسبات يعني تعطينا معلومات شديدة يعني في هالورق مرحلة تلبسين الذهب الفلاني يعني ما تكون اوفر مثلا في اللبس يعني نصائح اللي تعطونا حق بعض يا ولا تختمين اول نصيحة اذا الصبح لا تكودون لا تكودون اشياء من الصبح اذا عندكم شيء سبيشل او تبرزونا تبرزونا لا تلبسونا مع وايد اشياء عشان يبين جمال هالشيء صح واذا يتو تخزنون المجوهرات او تحتفظون فيهم لا تحطوهم فوق بعض عشان ما يختربون بس شكرا لك موفقة شاء الله موفقة موفقة ها على موعدنا على موعدنا لكن موضوع المتقاعدين الدكتور صراح المتقاعدين الدكتور صراح المتقاعدين يتابعنا لكن بعد المبريك لا تروح من بعيد نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة